الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يصور منتديات فريق التقنية أن تقدم لكم هذا الشرح البسيط عن كيفية دمج شهادة الجوال بالبرنامج متى تحتاج إلى دمج شهادة الجوال بالبرنامج في بعض البرنامج تحتاج أنك تنصب على جوالك لكن أثناء التنصيب تجيك رسالة مكتوب البرنامج الصيغة ليست مدعومة أو اتصل بالمورد طبعا في هذه الحالة تحتاج إلى حالتين الحالة الأولى أمرا أنك تكسر حماية الجوال أو أنك تدمج شهادة الجوال بالبرنامج طبعا البرنامج فيه الشهادة لها طريقتين أنك تحصل على الطريقة الأولى هي أنك تجلبها من الموقع الصيني أو أنك تذهب إلى منتديات فريق التقنية تقدم طلب للشهادة في منتدى كسر الحماية وصناعة الشهادات بعد ما تحصل على الشهادة تحتاج إلى هذا البرنامج طبعا البرنامج تحتاج إلى هذا البرنامج واللي إن شاء الله راح نرفقه مع الشرح البرنامج يتكون من ثلاث أربع خانات الخانة الأولى البرنامج المراج دمج الشهادة معه الخانة الثالثة الشهادة الخاص بك بصيغة سيتيفيكات الخانة الثالثة المفتاح الخاص بالشهادة الخانة الرابعة الرقم السري الخاص بالمفتاح بسم الله رحمه نبدأ نبدأ والشيء بالخانة الاولى وهي جلب البرنامج المراد الدمج الشهادة معه نذهب الى طبعا المكتب طبعا الهنا بنستخدم برنامج الحارس الذكي نستخدم برنامج الحارس الذكي لو نلاحظ الان في برنامج الحارس الذكي ان الحروف صغيرة طبعا نجلب البرنامج نجلب الشهادة الخاصة بالجوال الخانة الثالثة نجلب المفتاح طبعا جلبنا البرنامج وجلبنا الشهادة وجلبنا المفتاح نذهب الى خانة الرابعة وندخل الرقم السري واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبع ثماني طبعا هذا الرقم السري ستاندرد جميع العمليات تستخدم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبع ثماني اضغط لبدء عملية الدمج بعد ما يخلص لون الاخضر شوه زي ما هو ماشي تجينا رسالة مكتوب نضغط موافق طبعا نذهب الى نذهب الى الملف المحفوظ فيها البرنامج رايحنا نلاحظ البرنامج طبعا العام طلع عندي اثنين سمارت كارد الاول كما قلنا بالاول الشرح انه يكون بالحروف الصغيرة بعد ما تدمج الشهادة رايح تلاحظ انه تغير الحروف من صغيرة الى كبيرة ومعناته انه تم دمج الشهادة ومفتاح بالبرنامج بنجاح بعد هذه خلاص تكون تخلصت خلصت الدمج الشهادة بالبرنامج وبامكانك انك ترسله الى جوالك وتنصبه ان شاء الله من دون مشاكل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتمنى ان يكون الشرح واضح وفي الشرح الجاي ان شاء الله رايح نشرح كيفية التسجيل في الموقع الصيني وطلب شهادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا اشتركوا في القناة